رغم الإبادة بغزة وافقت السعودية من جديد على الاعتراف بإسرائيل من دون اشتراط إقامة دولة فلسطينية نحصلت مطالب السعودية بالملف الفلسطيني بثلاث نقاط بحسب صحيفة نيويورك تايمز 1- تجميد بناء المستوطنات بالضفة الغربية اللي بيعني ضمني عن الكبول بالمستوطنات القائمة 2- الانسحاب من غزة 3- اطلاق مصار ممكن ياخد من ثلاثة لخمس سنين لبناء دولة فلسطينية بالمناطق المحتلة هيك صفقة بتاعنا تطبيع مع إسرائيل مقابل العودة لوضعية مقابل 7 أكتوبر 2023 بدل فرض حل الدولتان على أساس حدود 67 بحسب نص المبادرة العربية للسلام أما مصار إقامة الدولة الفلسطينية الموعود حيظل معلق بمصير المفاوضات والأخذ والرد تماما مثل مصار بتجربة اتفاق أوسلو من المهم التذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان رايح على التطبيع قبل توفان الأقصى من دون شروط فلسطينية باستثناء تسهيل حياة الفلسطينيين من قبل دولة الاحتلال بس بعد 7 أكتوبر علت السعودية السقف طالبت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مقابل التنازلات بالملف الفلسطيني عم الطالب السعودية بمعاهدة الدفاع مشترك مع الولايات المتحدة تشبه المعاهدات اللي بتجمع أمريكا مع اليوان وكوريا جنوبية تفاصيل المعاهدة صارت جاهزة بنسبة 90% بس توقيعها معلق بانتظار مسار التطبيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر